عندما جاءوا ما يسمى بلا بين المسؤولين يعني تمرير المسؤولية من فريد بن شيخ إلى الإبداوي كانوا حاضرين وهذه أول مرة تسرى في تاريخ الجزائر كانوا حاضرين كل كبار المسؤولين الأمنيين في البلاد كحال مجذوب مدير الأمن الداخلي ما يعرف دي جي أسي جبار مهنة مدير الأمن الخارجي ما يعرف دي جي أسو علي أول حاج مدير الدرك الوطني ومسؤولين آخري هذا غير مسبوق ما الفعل أمور تم وزير الداخلية يحضر ويحضروا بعض إطارات المديرة العامة الأمن الوطني وانتهى الموضوع أما أن يحضر القادة الأمنيين العسكريين هذا فيه ثلاثة عسكريين وتابعين لوزارة الدفاع فهذا كانت إشارة مباشرة إلى أننا الآن أن البوليس الآن لأن بعد ما جاء الهامل وبالرغم أن الهامل كان يحمل رتبة جنرال ماجور إلا أن بطلب من بوتفليقة آنذاك سعيد وحتى عبد العزيز قبل أن يصاب في دماغه كانوا بدأوا يسحبوا الشرطة من هيمنة المخابرات هيمنة التوفيق لأنه كان فيه صراع كبير آنذاك واعتبر الهامل أحد أبرز أقطاب جناح بوتفليقة كما الآن كان فريد بن شيخ أحد أبرز أقطاب أو أحد المهمين جداً خلا نقول رقم خمسة أو ستة داخل جناح تبون وبوعلان بوعلان فالفترة هذه اللي فاتت كانوا قدر الإمكان يحاولوا بعد الشرطة جناح رئاسي حاولوا بعد الشرطة على المخابرات وعلى شنغريح لأن هيمنة الجيش كبيرة جداً وفي كل المجالات وهما يحاولوا قدر الإمكان كما يلقوا طريقه هو نفس الطريق اللي يطبقها بوتفليقة في الحقيقة بوتفليقة نجح لأنه استمرت فترة طويلة جداً ثم عاونوه الفرنسيس بعد عملية بعد حادثة فالدوغراس بعد 2013 عاونوه الفرنسيس والأمريكان بالرغم أنه أصيب في دماغه إلا أن كان هناك اتفاق والاتفاق الأساسي هو أن جايت صالح أصبح تابع لجنح بوتفليقة مما قضى أو أصبح متعاون قلنا نقول بعض عبارة أدق مما تم القضاء فيه على توفيق وعلى الديارة السنتان حضور نتاحهم إذن كان واضحاً المهم المعلومات اللي رهي موجودة اليوم تم سحب جواز السفر لفريد بن الشيخ لا أعرف إذا سحبوا منه جواز الفرنسي أو معطالهمش أو مش موجود لكن سحب منه جواز السفر الجزيري أكيد ووضعوا له بالرغم أن سحبوا جواز السفر إلا أنهم وضعوا له منع من مغادر التراب الوطني ما يعرف بالإستياء والآن في حراس حول الفيلة تاو تقع في ما يعرف بحي البريد وهذه موجودة بقرب المقر الرئيسي للمدرسة الوطنية الإدارة وبالمناسبة يسكن بقرب منه يسكن المقبور نظار ليست بعيدة الفيلة تاو اليها قريبا منه فوضعوا له من عناصر دي جي أسي عناصر المخابرات الداخلية داروا له حراسة هناك صحيح يستطيع أن يخرج من بيته لكن لا يخرج إلا وسيارة تبعه أخذوا تليفوناته والكمبيوترات تاو اللي في البيت واللي في المكتب وتليفونات انتاع أولاده وكلهم وضعوا تحت أمرت المخابرات الداخلية تم تفتيش المكتب الرئيسي انتاعه وتم أخذ الخزائن والكمبيوترات وكل ما هو موجود هناك إلى مراكز المخابرات مركز المخابرات الداخلية طلبة من المقربين منه بالالتزام في بيوتهم حتى تأتي أوامر فيما يتعلق منهم رح نذكره لكم بعضهم بعد قليل بعض الأسموات خاصة من جماعة الديوان ولكن آخرين ورح نتشوف ورح يصرى ودي بيرج رح تصرى تصفيات أساسية داخل جهاز الشرطة لأن لما جافر بن الشيخ تقريبا عاود كل المناصب الرئيسية في الجهاز حط فيها أشخاص اللي قرب منه أو يثق فيهم أو جابوا له الشكارة أو طلبة منه من طرف تبون أو من طرف أي شخصية مشخصيات للحكم أن يجعهم في تلك المناصب هؤلاء كلهم بشكل أو بآخر ستتم الإطاحة بهم والمحظوظ منهم سيتم إرساله إلى مكان أقل وبعضهم سيسجن بعضهم سيسجن ومن هنا أيضا أقول لكم بأن حتى فريد بن الشيخ سيتم سجنه مش لآن لكن سيتم سجنه أكيد رح نشوفوا الدور الفرنسي وش يكون تأثير الفرنسي إلى آخره